اكد سمو الفريق الروكن شيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى أن مملكة البحرين وضعت الأمن السبراني ضمن الأولويات المهمة كونه يشكل عاملا رئيسيا في الاعتماد على الأمن والزهار والتي أرسى دعائمها جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة وذلك لما تمثله من منظومة الأمن السبراني من أهمية بالغة في ظل تطورات الرقمية المتسارعة على الصعود الإقليمية والدولية والشاملة لشتى المجالات خصوصا أن هذه المنظومة تعتبر جزءا لا يتجزأ من خطط التطوير المستمر لكافة القطاعات الحيوية وأوضح سموه بأن الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء اتخذت العديد من الخطوات الرائدة من بينها مبادرات التحول الرقمي لتثبت مملكة البحرين بأنها تمتلك خبرات وإمكانيات وتطلعات متفائلة نحو المزيد من الازدهار وذلك لتعزيز البنية التحتية الرقمية الآمنة وفق أعلى المعايير السبرانية وتؤكد مدى الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي على مختلف المستويات لسيما في ظل الاعتماد على عزيمة أبناء البحرين المخلصين ليحققوا الطموحات على تنوعها واستطعت المملكة أن تضع بصمة جلية في كافة الميادين لتكون نموذجا مشعرا رائدا عالي الشأن وحافل بالإنجاز دون أن تغفل عن أهمية تبني أحدث علوم العصر وأفضل المبارسات جاء ذلك لدى لقاء سمو الشيخ ناصر بن حمد بحضور الشيخ خالد بن علي الخليفة نائب مستشار الأمن الوطني والشيخ سلمان بن محمد الخليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السبراني عددا من منتسبي المركز الوطني للأمن السبراني حيث أعرب سموه عن بالغ الشكر والتقدير لما تحقق من جهود وإنجازات ساهمت في تعزيز مكانة مملكة البحرين وتحقيقها المستويات المتقدمة في مجال الأمن السبراني لفتا إلى تطلعه أن يواصل المركز تطوير المسارات الذي يطلع بها خلال المرحلة المقبلة في إطار مجلس الدفاع الأعلى وتابع سموه من المهم في هذا المجال بناء القدرات وتعزيز الوعي السبراني باعتباره الدرع الحامل للوطن بحدوده الإلكترونية في الفضاء الواسع للتقنيات الحديثة حيث أنها مسؤولية مشتركة وكبيرة للحفاظ على ما وصلت إليه مملكة البحرين بالجهود البناء لأبنائها من تقدم على صعيد منجزاتها السبرانية ومؤشرات تحقيقها والعزم الوطني لا يقف عند هذا الحد من البذل والعطاء بل يجب أن يستمر ليستمر التقدم والتطوير من أجل التنمية لصنع الحاضر والغد الأفضل للجميع متمنيا سموه لمركز الأمن السبراني وأكافة منتسبي دوام التوفيق والتميز في خدمة الوطن ومواطنية من جانبه أعرب الشيخ سلمان بن محمد الخليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السبراني عن عميق الشكر والامتنان لسمو الشيخ ناصر بن حمد على ما يوليه من دعم كبير لجهود المركز مؤكدا أن العزم يتجدد دائما بما يصب في خدمة مملكة البحرين ويحقق لها ولأبنائها الأهداف المرجوة على الصعود كافة